أعلن فائز سراج رئيس حكومة الوفاق الليبيت المعترف بها دولياً أن حكومته طالبت مجلس الأمن بإرسال لجنة للتقصي في انتهاكات قوات خليفة حفتر بالعاصمة طرابلس واشترت السراج الخوضة في وقف إطلاق النار بعودة القوات المعتادية من حيث أتت معتبراً أن هجوم خليفة حفتر قوض العملية السياسية من أساسها إن هذا الاعتداء الذي فقدنا خلاله أرواح المئات من شبابنا الليبي من الطرفين ليس له مبرر فقد كنا على أبواب الحل السلمي للأزمة التي تعصف ببلادنا منذ سنوات وجاء العدوان لينسف العملية السياسية من أساسها وطالب فائز سراج في بيان نشر إثر اللقاء بعدد من السفراء المعتمدين بليبيا طالب بإطلاق عملية سياسية تأخذ بعن الاعتبار ما فرزته الحرب عبر استبعاد خليفة حفتر منها وإيجاد مفاوذين جدد ودعى سراج بعض الدول إلى مراجعة مواقفها وعدم الانحياز إلى خليفة حفتر على حساب الشعب الليبي طالبنا على أساس أن يكون فيه وضوح وتسمية الأشياء بمسمياتها ونحن ماضون في استكمال الإجراءات الخاصة بمحاسبة من طورت في هذه الاعتداء ومازال من طورت في هذه الاعتداء نحن دعاة سلام كنا ومازلنا نرى أن الحل في ليبيا حل سلمي ولا يوجد حل عسكري العودة إلى العملية السياسية بالتأكيد ستختلف عن ما كانت عليه قبل 4-4 وخلال لقاء بعدد من وجهاء المنطقة الشرقية دعا فائز السراج إلى النئيب أبناء الشرق عن الحرب التي قال إنها قد أسفرت عن حصد أرواح المئات من الليبيين وتهجير الآلاف